ومضى كرياتيف المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري تقدم خبايا الإعلام الكذبة تجوب نصف العالم بينما الحقيقة لم ترتدي حذاءها بعد هذه المقولة السديدة منسوبة للرائع مارك توين ويجسدها اختراع لمارك آخر ظهر بعده بمائة وخمسين سنة ترى ما عساك تقول اليوم يا مارك توين ماذا لو قلت لك أن استفتاء البريكسيت كان مزورا؟ أقول الاستفتاء وليس النتائج العالم أجمع يعرف ذلك لكن لا أحد بإمكانه فعل شيء لأن جلالة الإمبراطور مارك الأول لا يرغب في الحديث عن الموضوع في المرة المقبلة راجع نفسك جيدا قبل أن تقول أنا أملك حساب فيسبوك هذا غرور كبير منك يا صديقي هل أنت متأكد أنك أنت من يملك الحساب وليس العكس؟ ولا يا صديقي أنا لا أبالغ أهلا بكم تخيل معي في يوم ما تلتقي شخصا لأول مرة وتلاحظ أنكما تشتركان في كثير من النقاط ترتح له لأنه يهتم بك كثيرا يسألك عن نفسك وتخبره بكل شيء فهذا يشعرك بالاهتمام بعد فترة من الزمن تلاحظ أنك تلتقيه في كل مكان تذهب إليه حتى وإن لم تخبره بذلك تجده يسبقك في الحديث مع الأشخاص الذين أردت أن تتحدث إليهم تجده قد سبقك إلى كل مكان تذهب إليه حتى دون قصد تجده في منزلك في سيارتك في عملك ويتوقع كل حركة تقوم بها كلما حاولت الهروب منه تجده قد سبقك هناك وينتظرك بابتسامة عريضة تظنون أن هذا الشخص مريض نفسي أو مجرم هارب؟ تقريباً هذا المجرم له عينان زرقوان يسكن في جيبك واسمه فيسبوك كارول كادولدر محققة بجاردة الغارديان البريطانية كانت وراء كشف ما يسمى بفضيحة كامبريج أناليتيكا فبعد زلزال البريكسيت واستيقاض العالم على ما لم يكن في مخيلة حتى أكثر الناس تشاؤماً اتجهت كارول إلى مدينة صغيرة في مقاطعة ويلز للتحقيق في الموضوع فالمدينة هذه صوتت بنسبة 62% لصالح البريكسيت لم تفهم كارول هذه النسبة فالقرية هذه بالذات استفادت من عدة مشاريع ضخمة مولها الاتحاد الأوروبي ولكن كارول استغربت من أن حديث سكانها كانت كله تعبير عن صخطهم من أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم لهم شيئاً ثم إنهم حدثوها طويلاً عن تهديد المهاجرين المفارقة أنه لم يكن في المدينة كلها سوى مهاجر واحد وآخر الأسباب كانت رفضهم القاطع لانضمام تركيا للاتحاد ولم تستطع كارول أن تقنع أي منهم أنه لا وجود لأي خطة ولا مفاوضات لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي أصلاً لاحظت كارول أن كل هذه المعلومات التي قرر على أساسها المصوتون هجر الاتحاد الأوروبي لا أثر لها في الواقع ولكنها كانت موجودة بتركيز غريب في حسابات الفيسبوك لكل المصوتين بنعم للبريكسيت كريستوفر وايلي موظف سابق لدى كامبريج أناليتيكا اعترف لكارول أن هذه الشركة قامت بتحديد بروفيلات المواطنين حسب ميولاتهم السياسية لفهم مخاوفهم الشخصية العميقة وبالتالي تصميم منشورات وإعلانات لاستهدافهم بشكل مباشر ومحدد عبر الفيسبوك فالمنشورات والإعلانات التي كانت تلعب على وتر الخوف والعنصرية لم تكن تظهر سوى عند من كانت لديهم قابلية للتأثر بها وقد فعلوا ذلك مع حسابات 87 مليون شخص في الشبكة فيسبوك يضعك في فقاعة افتراضية من المعلومات المفلترة لا يظهر لك فيها سوى المحتوى القريب من أفكارك ويتجاهل ما يناقضها هذه الفقاعات تصنعها الخوارزميات كارول تقول ما ينشر في فيسبوك يظهر لك مدة بسيطة ثم يختفي ولا يمكن لأحد أن يتذكر متى شاهد ماذا لا يمكن تحديد الجهة الناشرة أو المعلنة أو مقدار التمويل أو من أي جنسيةهم الوحيد الذي يملك الأجوبة هو فيسبوك وقد رفض رفضا قاضعا الكشف عنها حتى بعد أن طلب البرلمان البريطاني منه ذلك رسميا عدة مرات قبل أن تنشر كارول نتائج تحقيقها هددها مالك الشركة روبرت ميرسر عدة مرات بالمتابعة القضائية في حال نشره وقبل يوم واحد فقط من النشر تلقت تهديدا بالمتابعة من فيسبوك شخصيا ولكن كارول كانت شجاعة نشر التحقيق وانقلبت الدنيا رأسا على عقب وصدم الناس ليس في بريطانيا لوحدها بل في العالم بأسره لكن لم يستطع البريطانيون استكمال التحقيق لأن الإمبراطور مارك زوكربيرغ لم يشأ قبول المسألة رغم أن حكومة تسع بلدان قد طالبته بذلك الله وحده يعلم ما يفعله فيسبوك في عقول أطفالنا جملة قالها شون باركر في نوبمبر 2017 وباركر هو أحد مؤسسي عملاق التواصل الاجتماعي حاليا واعترف باركر أن العملية الفكرية وراء بناء هذه التطبيقات كانت تتمحور حول كيف نستهلك أكبر قدر ممكن من وقتك ووعيك وانتباهك بمعنى أننا بحاجة إلى إعطائك قليلا من مادة الدوبامين من حين لآخر وتفرز هذه المادة عندما يبدي شخص إعجابه أو يعلق على صورة لك أو شيئا كتبت أو أي شيء فعلته وسيدفعك هذا إلى المساهمة أكثر ومشاركة المزيد من المحتوى وهو ما سيجلب لك المزيد من الإعجاب والتعليقات باركر هذا أكد أنه لم يعد يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لأنها تستهلك الكثير من الوقت ومن مكري فيسبوك أنه يتعمد تماما كما لعبة القمار وفي أول منشور لك بعد غياب طويل أن يمطرك بعدد كبير من اللايكات والتعليقات ثم يحرمك منها في المنشورات الموالية فتقضي يومك تتساءل منشور الثاني أحسن من الأول لماذا لم يعجب الناس وتنشر مرة أخرى وتبدل جهدا أكثر ووقتا أكبر للحصول على التأثير الأول وهذا هو ما يريدك فيسبوك أن تفعله تماما مزيدا من الوقت، مزيدا من الجهد، مزيدا من الانتباه يقول المبرمج كال نيوبورت أن عددا من الشركات المطورة لشبكات التواصل الاجتماعي يوظفون ما يسمى بمهندسي الانتباه يبرعون في توظيف مبادئ الإدمان على القمار المستخدمة في صلاة القمار بلاس فيغاس لتطوير الشبكات لتصبح شكلا من الإدمان كالمخدرات تماما هكذا يلعب فيسبوك لعبة الدوبامين بعقولنا وعواطفنا وطموحاتنا لأنه يعرفها ويعرفنا أكثر منا دوبامين يعرف الدوبامين في وسائل الإعلام باسم هرمون السعادة فهو يفرز عند إدراك بروز الأهمية التحفيزية لنتيجة معينة مما يؤدي إلى دفع سلوك الكائن الحي تجاه تحقيق تلك النتيجة توقع المكافآت يزيد من مستويات الدوبامين في الدماغ حيث تقوم العقاقير نفسانية التأثير والمسببة للإدمان إما بزيادة إفراز الدوبامين أو بالعمل على حجب استرداد الخلايا العصبية لهذه المادة بعد إفرازها ومعنا عبر سكايب من جامعة سامه يوستن الحكومية بولاية تكساس الأمريكية المختص في التحري المعلوماتي والإعلامي الأستاذ سليمان أبو القاسم أستاذ سليمان يلعب فيسبوك على وطر إنشاء العلاقات والصداقة ولكن هل يمكن اعتبار أن فيسبوك فعلا صديق؟ بالحقيقة هو سؤال مهم جدا الصداقة هي صح فيسبوك صداقة هو ما يعلمه الناس يعني ما يستعمل المستخدين ما يستعمل فيسبوك من أجل الصداقة من أجل التواصل الاجتماعي إلى أخير من هذه الأغراض الاجتماعية ولكن التواصل الاجتماعي فيسبوك ليس صداقة هو جمع المعلومات هو بيع المعلومات هو تصريف المعلومات فيسبوك هو التبانك الديدا يعني إمبانك دوني تبانك المعلومات لأن فيسبوك أيضا يعطي تكنولوجيا لـweb developers يعطي تكنولوجيا من دون مقابل حتى ويب developing software developers يقدروا يتطلون نوعات أجهزة نوعات أجهزة يسمى هذه SDK software development kit وهذا software development kit بالمقابل فيسبوك يأخذ المعلومات يعني لما نتحدث عن فيسبوك نتحدث عن a giant bank data يمكن بعد جوجل يأتي فيسبوك من حيث الكامل المعلوماتي والسعة المعلوماتية ومعرفته عن خبايا وعن حيتيات الناس والحياة العامة وحتى المجتمعات وحتى الحكومات يعني فيسبوك عنده لفل عنده لفل 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 بيزنس لفل 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 يعني ممكن لفيسبوك بحوث على كل هذه المجتمعات أستاذ سليمان شكرا جزيلا شكرا على الاستضافة شكرا كان معنا من ولايات تاكساس الأمريكية المختص في التحري المعلوماتي والإعلامي والأستاذ بجامعة سام هيوستن حتى لو كان عدد أصدقائك خمسة آلاف فإن أقل من عشر بالمئة يشاهدون منشوراتك الأخيرة لماذا؟ لأن فيسبوك هو من يقرر وبشكل أدق خوارزميته ولثقافتك الفيسبوكية يا صديقي إليك ما يلي بالنسبة للخوارزمية للتعليق وزن أكبر من إعجاب بسيط الرموز التعبيرية من واو وهاهاها والأيقونة الغاضبة له وزن أكبر من إعجاب صغير أما مشاركة المنشور فهي الأهم على الإطلاق أصبح فيسبوك تدريجيا منصة تركز على الفيديو وبالتالي فإن محتوى الفيديو المنشور مباشرة عبر الفيسبوك وليس اليوتيوب هو الذي تفضله السيدة خوارزمية ثم تأتي بعدها الصور والروابط حاليا المحتوى الأكثر وصولا والأكثر تفاعلا هو البث المباشر الذي يتلقى تعليقات عشر مرات أكثر من مقاطع الفيديو المسجلة مسبقة كشف فيسبوك مؤخرا بدافع من الشفافية الملائكية عن بعض المعلومات التي يجمعها عن كل مستخدم هل أنتم مستعدون؟ السن العنوان الجنس مجال الدراسة والمدرسة إلى هنا الأمر عادي التقارب العرقي الدخل وصاف قيمة الدخل مساحة غرفة المعيشة في المنزل وسعر سيارتك المقبلة يعني أنه يعرف عنك أكثر مما تعرفه أنت عن نفسك الخوارزمية هي مجموعة من الخطوات الرياضية والمنطقية المتسلسلة اللازمة لحل مشكلة ما وسميت الخوارزمية بهذا الاسم نسبة إلى العالم أبي جعفر محمد بن موسى الخوارزمي الذي ابتكرها في القرن التاسع الميلادي الكلمة المنتشرة في اللغات اللاتينية والأوروبية هي ألغوريتم وفي الأصل كان معناها يقتصر على خوارزمية لتراكيب ثلاثة فقط وهي التسلسل والاختيار والتكرار إذا نزلت منشورا على الفيسبوك تقوم الخوارزمية بتشغيل المحتوى الخاص بك وتحليله ومن ثم تعرض هذا المحتوى لعدد قليل من المعجبين إذا تفاعل هؤلاء بشكل إيجابي مع المحتوى الخاص بك فستقوم الخوارزمية بإظهار المنشور إلى بقية المشتركين لديك إذا كانت صفحتك تولد القليل من التفاعلات فالحقيقة المرة أن نطاق منشوراتك القادمة سيكون محدودا ومن ألعب الفيسبوك أنه يتعمد إخفاء منشورات أحد الأصدقاء أحيانا فقط ليختبرك هل ستنتبه لغيابه؟ هل ستبحث عنه؟ أم سيصفت سهوا من دائرة اهتماماتك؟ معلومة أخيرة مارك لا يملك فقط فيسبوك بل إنه يملك أيضاً إنستغرام، واتساب، وميسنجر فأين المفر؟ وبعد كل هذه الخبايا للحديث اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة